تتجه أنظار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى دول الخليج والاستمرار بتوازن العلاقات الدولية ويبدو هذا جليا من خلال السعي إلى الاستفادة من دول الخليج في توفير الطاقة الكهربائية حيث جددت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وواشنطن دعمها الكامل لمشروع ربط شبكات الكهرباء في العراق بدول الخليج ويأتي هذا التحرك على إثر تداعيات فشل متجدد في ملف إنتاج الطاقة الكهربائية عراقيا أو سد العجز عبر الاستراد من إيران في وقت يرى فيه مراقبون أن هذه الخطوة تواجه تحديا كبيرا وخطيرا لتغيير اتجاه مؤشر البوصلة من الشرق حيث إيران ويعاني العراق من نقص شديد في الطاقة منذ 2003 حيث لم تنفع المحاولات المحلية في إيجاد حلول لها على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات إضافة إلى المليارات الأخرى التي تدفع لإيران لاستيراد كهرباء لا تفي بالحاجة المطلوبة ويتفق مراقبون على أن صعوبة حل أزمة الطاقة الكهربائية في العراق لارتباطه بإيران الولايات المتحدة أعلنت دعمها لخطوة ربط شبكات الكهرباء بين الدول مجلس التعاول الخليجي والعراق ولا يخفى على عقل اليوم أن واشنطن تسعى إلى دعم العراق سياسيا واقتصاديا في إطار محاولات سحب البصات من تحت طهران التي يرى مراقبون أنها ستحاول إفشال أي تقارب عراق خليجي من خلال الفصائل المسلحة العراقية الموالية لها لإبقاء العراق مضطرا لاستيراد الكهرباء منها وبالتالي إنقاذها من أزمتها الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر